تخيل يا صديقي انه انت جندي بجيش دولتك واثناء الفترة اللي انت لازم تأدي بيها الخدمة العسكرية اللي صارت عليك يصير وياك موقف ما تنسى طوال حياتك وينسيك اصلا شنو هي الخدمة العسكرية يعني تقوم تشوف الخدمة العسكرية شي تافه بسيط مقارنة بالحدث اللي صار وياك اثناء اداء الواجب هذا اللي صار بالضبط ويا بطل قصتنا لليوم السلام عليكم اصدقائي وحياكم الله في فيديو جديد كالعادة كل واحد يجهز مشروبه المفضلة وكلتا المفضلة خلا نبلش بطل قصتنا لليوم واللي هو رح يروينا القصة بنفسه اسمه علي من العراق علي يقول بشهر اغسطس من صيف سنة 1999 كنت ادي الخدمة العسكرية الالزامية مكانه بشمال شرق بغداد في محافظة ديالة وبعد الليالي كنت انتظر صدور الموافقة على الاجازة اللي اريد اخذها اياني وصديقي واللي اسمه مصطفى وهذا مصطفى كان جدا مريض لهذا السبب حاولت بشتى الوسائل انه اخذ لي اجازة الي وإليه وبينما كنت تمشي انا مصطفى بالشارع اللي صاير بنس قاعات نوم الجنود ومستودع السلاح سمعنا صوت يشبه فحيح الافعى طنشنا الموضوع وما انطينا هذو الصوت اي اهتمام وكملنا مشينا ولكن بعد شوي سمعنا صوت انين رجل يعني صوت مع الرجال قاعد يون فالتفت علي صديقه وقال لابد انه هذو الصوت هو صوت احد الجنود واللي يكون تعبان من اعداء الواجب وعلى الرغم من وجود الاضواء القوية ولكن ما قدرنا يشوف اي احد حتى الكلاب اللي كانت قريبة من يمنى بدأت تعوي وتشرت بذاك الوقت ما كان يشغل تفكيري فقط شي واحد وهو الحصول على اجازة حتى اروح للبيت انا وصديقي مصطفى اتوجهت ورحت لمقر الضباط حتى اقدر اخذ هاي الاجازة وفجأة وبشكل جدا صادم ومفاجئ ظهر لجندي من حيث لا مكان يعني هيش فجأة واني قاعدة امشي فجأة ظهر قدامي وهذا الجندي كان مليان بالجراح ومكبل الايدين يعني ايدية مجدودة بقى ثوانة بسيطة شفت بيها ووراها اختفئ هنا صديقي صاح علي وهو مذهول وسأني شفت اللي انا شفته وكنت انا مصدوم ومذهول مثله فجاوبته وهزيت راسي بانه ايه يعني شفته فقال لي ممكن نكون انه احنا مبوعين او يتهيئنه هذا الشي اللي شفنا اللين معقولة ممكن انه احنا اثنين اعتنا نشوف هذا اللي ظهر قدامنا فسألته اش قد تعطيها من نسبة وتناسب يعني اش قد تتوقع انه هذا الشي اللي شفناه حقيقة فقال لي واحد بالالف يعني هذا الشي اقرب للمستحيل وراها شف الضابط برتبة رائد اسمه احمد فقال لي انتظر بعد ساعة ان شاء الله تاخذ جاستك وتروح لبيتكم فدرت وجهه هنا ورجعت للقاعمات جنود واللي كانت تابعة لأحد السراية واللي مكونة من طابقين بعد ما مرت حوالي 30 دقيقة اجانا صديق عامر وقال لي خلين نرجع لهم ونكلهم حتى يكملوني اجازات النزول بالفعل قمت ورحت وياه عامر كان من الاشخاص اللي يعتبر جدا متدين واثنان ما احنا نمشي وبشكل مفاجئ ظهر هذا الجندي مرة ثانية او هذا الشبح مرة ثانية وكان يصرخ ويطلب النجدة فركض عامر واني وراه وكان يتملكنا الخوف هذا الشبح كان يظهر بين قاعات الجنود واماكن التدريب بحيث لما يظهر يصيح صياح يصم الآذان لدرجة انه ضابط برتبة مقدم من ضمن المغاوير سمع هذا الصياح واستفسر عنه وكذلك شخص برتبة عريف واللي كان يعتبر موكل بحراسة سجن المتخلفين اللي ما راح حول الخدمة العسكرية واللي يسمونهم باللهجة العراقية الدارجة الفرارية وكذلك ايضا سمع هذا الصياح شخص ثالث كان يعمل بالتوجيه السياسي كلهم استفسروا ورادوا ويعرفون شنو مصدر هذا الصوت وليش يسمعونه ولكن ما لقوا جواب وبعض منهم شافوا هذا شبح الجندي بعيونهم ولكن ما لقوا تفسير مناسب للي شافوا وما عرفوا شنو هي ماهيته وشنو حقيقته وليش قاعد يظهر علي يقول هذا الشبح اللي شفته وهذا الموقف اللي صار لي اثناء الفترة اللي يريد تطلب بها اجازة الي والصديقي هذا كان موقف ما انسى طوال حياتي لدرجة ان يسولفت الابنائي والاصدقائي ويش اخص مهتم بهذا النوع من القصص والاحداث الغريبة ان يقلع اليه لهذا السبب نقلت اليك شنو رأيكم وتفسيركم خصوص هذا الشي اللي شاف علي وهل يعتبر هذا تخيل وتهيئ من عنده ومن الجنود اللي كانوا موجودين وياه بسبب الخدمة العسكرية والتعب اللي يعانون من يمه اللي هو فعلا شي حقيقي وموجود ويظهر لهم اراءكم تعرفون ما يتكتبونها بخانة التعليقات اكيد وبما انه تكلمنا عن الامور الغريبة والاحداث المرعبة اللي تصير بالحياة العسكرية فخلي انقل لكم هاي القصة اللي صالت وياه بطلها واللي هو محمود من مصر محمود يقول بالبداية انا انسان جدا عادي وما اؤمن بوجود الاشباح او تجسدها لارعاب الناس ولكن ما خطى ربالي ابد انه انا راح تصير وياي حادثة تخليني اغير حساباتي واعتقاداتي وارائي محمود يقول بطبيعة الحياة العسكرية بالجيش المصري بالجنود يدزونهم بحملات ومأموريات بالاماكن النائية والصحراء كنتاني احد الضباط وادي واجبي بمأمورية بوحدة من المناطق النائية بالصحراء وتحديدا بالصحراء اللي قريبة من مدينة سوهات مرت الايام بشكل جدا اعتياد وطبيعي الى ان اوشكت المأمورية على الانتهاء يعني ما باقي لها فقط كم يوم وتخلص وينتهي واجبي بهاي المنطقة وارجع للمقار وبهاي الايام الاخيرة بديني نشوف شخص غريب الاطوار يمشي على قمة وحدة من التلال اللي كانت قريبة من عدنه وكان لابس ملابس اقل ما اوصفها بانها كانت يعني ملابس نسائية ويمشي بخطوات ثابتة وكأنه يبحث عن شيء ما واول ما شفناه اعتقدنا انه هو احد الاشخاص الغريبين اللي موجودين بالقرب من هاي المنطقة اللي احنا بيها بدأ زيت اثنين من الجنود حتى يستجوبونا ويحشونوا ياه ولكن للأسف قبل لا يوصلونا بشوي يختفي يتمروا الايام وصرنا معتادين انه نشوفه دائما يمشي على هذا التل يعني الموضوع صار عدنا شبه عادي ولما صدرتنا الاوامر بانه نرجع للمقر اللي بالقاهرة وبلشنا نستعيد ونضبط امورنا حتى نروح وبصباح اليوم التالي وكان فجر يوم الاربعاء عشرة اثنين الفين وعشرة دخلت الخيمتي حتى انام كالعادة وهنا سمحت صوت طلقتين فسحبت اسلاحي وهرولت مباشرة برا الخيمة حتى تفقد الموضوع وشوف شنو مصدرهن واول ما طلعت شفت واحد من الجنود قدامي وقال لي كتناه فقلت لك تلت مين قال الرجل الغريب اللي ينشوفه يتمشي على التل لقيناه ينزل بسرعة من التل ومتوجه باتجاهناه والعجيب انه رجلية ما كانت على الارض وكأنه طاير فوق الارض ويمشي فضربناه رصاستين وراها مباشرة وقع من سماعة هذا الكلام ما اعرف شون السبب اللي يخلانا يحس بضيقه بقلبي فتمالكت نفسي وقلت له وين جثته فاخذنا الجندي للمكان اللي وقع به هذا الرجل الغريب ولما صرنا قريبين من مكانه اقسم بالله انو الجند اللي كانوا يسمعنا صوت ضحكات غريبة وعالية وشفنا الجثة كان شخص لابس قميص نوم حريمي ابيض ولابس قلادة عليها رمز غريب ووجهه يضحك وينظر باتجاهي صراحة ما اخفو عليكم اني انذعرت ورعبت لما باوعت بوجهي حسيت بانو احنا ارتكبنا غلطة كل الشبيرة ولكن ما اهتميت للموضوع هواي ومرت الجنود بين يدفنوني وكانت الشمس طالعي وبلج ضوى النهار يطلع لما انبدينا بالدفن ولما خلصنا احد الرجال اللي كانوا موجودين قاموا بكتابة هاي الآية يا آيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربكي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وكتبها على لوحة من الحجر وخلاها فوق القبر وتجمعنا كنا فوق القبر حتى نخليها ونقرأ للفاتحة ولكن كنا تفاجئنا وانصدمنا لما شفنا الحجر اول ما خليناه على قبره فجأة ننشق ونقص من الصين وفجأة نسمعنا صوت كركبة وزمجرة تطلع من داخل القبر هنا انا ما قدرت اتمالك نفسي وامرتهم ان نروح مباشرة ونترك القبر فعلا كانت هاي الحادثة تعتبر جدا غريبة بالنسبة اني ولكن هل من الممكن انه احنا واجهنا شيطان لو جين لو عفريت لو شنو الموضوع وشنو هذا اللي احنا شفناه الله اعلم حس يا اصدقائي خلى اعرض لكم الصورة اللي اخذوها او التقطوها للمكان اللي كانوا يدامون به ويظهر بهاي الصورة التل اللي موجود باتجاه الغرب وهي هاي التل نفس هي اللي كان هذا الشخص الغريب يظهر في وقحه حس وصلنا للقصة الاخيرة واللي يروينا ياها ابراهيم من لبنان ابراهيم يقول بين سنة 1992 وال1994 وخلال فترة الحرب الطاحنة والطويلة اللي بيوغزلافية اذكر انه انا كنت برحلة بالسيارة مع صديقتي انجيليا وهذا الكلام كان خلال فصل الصيف انطلقنا الساعة 6 الصبح من دولة المجر او هنغاريا وتوجهنا لليونان حتى نزور اخوي وكنا نتوقع بانه احنا رح نوصل لمصير الساعة الدعش بالليل رحلتنا بالسيارة كانت تتمر عن طريق يوغزلافية واللي ما كان الوضع بيها مطمئن بسبب الاحداث اللي بيها وقبل لا نوصل لمعبر الحدود اللي يفصل بين المجر ويوغزلافية واللي كان يبعد عنا 30 كيلو متر كنا نمشي على الطريق الدولي ومرينه من مطعم صغير كان هذا المطعم هو اخر مكان شفنا بيناس وبعد ما قطعنا مسافة كيلو الى كيلوين واحنا نبتعد عن هذا المطعم ما شفنا اي اثر لأي شخص حولنا وما كان اكو اي بنا فقط الاشجار هي اللي تحيط بالطريق المكان ساكن والوقت كان قريب على غروب الشمس وبذيت اللحظة بالذات سمعنا صوت غريب لما كنا نمشي بالسيارة والصوت كان اشبه بصوت شخص جريح ويتألم وعلى ما يبدو انه هذا الصوت كان يجي من اسفل السيارة بعدها سمعنا صوت دبابة وحسينا من الصوت انه هاي الدبابة راح تجي وتدخل مباشرة بسيارتنا ولكن لما نباوع منشوف اي شي فقط صوت وحتى ما كنا مشغلين راديو السيارة او نتكلم مع بعض اثنيناتنا اصابنا الخوف والرعوب واثنيناتنا حسينا بنفس الشي فوقفت السيارة بعد ما مشيت 500 متر تقريبا وكنا انا وانجلي اثنيناتنا مذهولين ومصدومين من الشي اللي نسمعه وراها قررنا نكمل طريقنا ونتوجه لليونان وفعلا وصلنا لليونان تحديدا منتصف الليل ولكن ما راح ننسى اللي صاروا يانا واللي سمعناه ابدا وابراهيم يقول لما اسأل اي شخص عن تفسير هاي الاصوات اللي سمعناها يقول لي ربما كان اكو شخص تم قتل بذاك المكان اللي انتو مريتو من يمي ومحد دفنه يعني الفكرة اللي يردوني وصلونها اليه انه روحها ما زالت تحوم بهالمكان بسبب انه هو انظلم وانكتل هنا ومحد دفنه صارت هاي القصة لما كان عمره 34 سنة وما تكررت ابت باكل وقت كنت انا عايش بالمجر بحيث كنت عايش هناك لمدة 10 سنة برأيكم انتو يا اصدقائي شنو التفسير المناسب للاصوات اللي سمع ابراهيم هو وصديقة انجليا بحيث انهما من يسمعوها ما سمعوها مثلا من مكان بعيد لنفترض انه صاير حادث بمكان بعيد عنهم او وسط الغابة وسمعوا صرخاته لا الصوت كان جدا 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 قريب من عتهم لدرجة انهما تخيلوا صوت هذا الشخص يطلع من جو السيارة فشنو تفسيركم لهذا الموضوع كتبوا لي اياه بخانة التعليقات طبعا اكون النظرية بعلم النفس تفسر هاي الحادثة اللي صالت ويا ابراهيم وصديقته وهي النظرية تقول بانه هاي الاشياء هي عبارة عن هلوسات لا اكثر يعني هلوسات بين الشخص نفسه وعقله لانه يعرف انه بهذا المكان صارت حروب واكو ناس ينكتلوا فيبدي يتخيل هاي الاشياء ويسمعها مثل الشخص اللي دائما متعود يسمع صوت تليفونه او صوت ترنت الهاتف مع تليفونه فمرات يتخيل انه تليفونه قاعد يراه واكو شخص يتصل عليه ولما يجي وياخذ التليفون يكتشف انه ماكو اي احد يتصل عليه وهذا الصوت اللي سماعي هو من عقله ومن تخيلاته لا اكثر طبعا هذا التفسير الوحيد اللي قدارتها حصله وهو جايم من علم النفس اما من الاشياء اللي ما ورائي يعني ما وراء الطبيعي فما اعرف المهم مثل ما قلت لكم انتو كتبولي اراءكم بخانة التعليقات وبس هذا كل اللي كان عنده في فيديو اليوم اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وكذلك التابعونا على الاستغرام اخوكم عبدالخالق سلام لما كنا نتمشي وراها أسمع أنه الصوت أنين الرجل وأنين الرجل وهنا أنا أقصد بي يعني هذا الصوت هاكم دعاج توثق سادي مثل الصوت مقدت من الدرج مستحيل اعتقد أخلي بالفيديو ممكن أخلي بالكواليس بس بالفيديو لا بس الفكرة وما بها أنه هو صوت أنين أو صوت مش مال يعني شخص دي يتوجع ما شي اليوم فازل العراق والله الحمد ثلاثتين أمورما طيبة وما عم محضة وصعدين الدور الستاش إن شاء الله كأساسسم شاعر ساد شميلي يقول دطب لبيوتنا وعاين على الحيطان وشوفوا شلون من نهوة بشر نهواه ضلع بي صور ميتين والعدلين وضلع بي صورة علي ما نحط صورة يا الله أكبر الله أكبر يا علي بن أبي طالب يا أخوان هذا الإنسان اللي مستحيل 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 تلقز اللي عنده مستحيل لا علمية لا فلسفية لا أخلاقية لا إنسان يعني ما عجيب بعد تخيلوا أنه هذا الشخص النبي صلى الله عليه وآله قال يقل لي أنت يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى أنت وراي بعد فعلي بن أبي طالب بعد شون هاي يقول لأبو بعد اللوتية والتي فسر الماء بالماء فعلي بن أبي طالب الشيء الوحيد اللي ممكن يوصفه هو علي بن أبي طالب بس بالمناسبة هي أيام ولادة الإمام علي أعتقد هي باتشر فمتباركين بولاد اللوام علي علي السلام الأشخاص اللي وصلوا النهاية الفيديو نهاية الكواليس كالعادة أنتوا يعني في القلب على أولد على أولدهم على أولدهم على أولدهم المهم يا أخوان وصلت الفكرة وهي البواصة المعتادة عيلكم نشوفكم بخير إن شاء الله باي باي